يواصل المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية احتفالهم بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور حيث تجمعوا في الميادين والساحات بأعداد كبيرة معربين عن فرحتهم بقدوم العيد مذاق مختلف للعيد في مصر وأجواء احتفالية في طول البلاد وعرضها ملأتها البهجة اجتمع خلالها مئات الآلاف من المصريين للاحتفال بالعيد الذي له طقوس فريدة ومختلفة في مصر حيث أضاف المصريون ذائقتهم المريحة واحتفاءهم الخاص بالشعائر الدينية على مر العصور حتى صار للعيد في مصر رونق مختلف عن كل ما عداها من البلاد في الشمال حيث محافظة الإسكندرية أدى المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك وبمشاركة الأهالي والأسر من الشباب والرجال والسيدات والأطفال وسط أجواء احتفالية مبهية وفرحة بحلول عيد الفطر وفي الجنوب حيث محافظة أسوان أدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر المبارك داخل ألف ومئتين وسبعة عشر مسجدا وساحة في مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان في أجواء مبهجة وفرحة المواطنين وفي جنوب سينا أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسعادة وقد امتلأت المساجد والساحات بالمصلين رجالا ونساء أطفالا وشيوخا من المواطنين والمقيمين حضروا لأداء صلاة عيد الفطر في كل مدن المحافظة هذا وقد خصصت مديرية أوقاف جنوب سيناء سبع ساحات وخمسة وتسعين مسجدا على مستوى المحافظة لصلاة العيد أما في محافظة مطروح فقد حرصت الأسر المصرية على تادية صلاة العيد بمشاركة جميع أفرادها في أجواء مليئة بالفرح والسعادة عيد فطر سعيد بدأ طقوسه من فجر يوم العيد حيث أدى المصريون صلاة الفجر وظلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل حتى تعالت التكبيرات في سماء مصر فكانت الإذن بالفرح واستبغت شعائر العيد وتفاصيله بصبغة كل محافظة إلا أن جميع المصريين توحدوا كعادتهم في جميع المناسبات فكان الحرص على مظاهر البهجة بالشوارع والميادين والساحات في مشهد يتكرر في كل عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر